يرجب رفع مستوى العقوبات ومضايقة القوى السياسية اللبنانية إلى أقصى حد المفاوضات اللي عم تصير بين السعودية وإيران السعودية وسوريا وإيران وأمريكا هل فعلا الملف اللبناني التعرق اللي صاير مرتبط بهذا الملف العربي؟ خليني قل لك الكلام اللي قاله عدلك الكلام اللي قاله الوزير جائف لودريان البارحة خلال لقائه مع المجتمع المدني ومع المنظمات الثورية المنظمات من ثورة 17-20 قال لهم بتكون تفهموا أن الملف اللبناني أو لبنان ليس موجود على أي أجندة في الخارج هو موجود بس على الأجندة الفرنسية الخارج لا يهتم غير مهتم بلبنان ما تتكلوا على حدا ولذلك أنت بتكون تتكلوا على حالكم قال لهم لهؤلاء الأشخاص اللي شايفون مشان تغيروا الواقع بالداخل فرنسا رح تضل موجودة مبادرتها موجودة لكن نحن ما بقى رح نحاول نروح أبعد من هيك لأنه ليست هناك رغبة حقيقية عميقة لدى القوى المعنية بتشكيل حكومة بتقديم برنامج الإصلاحي كما يجب أن يتقدم على كل شيء ما عداه منهم مهتمين مهتمين بالمحاصصة محتلين بالخلافات الداخلية كل واحد قلوه اعتباراته فيه ناس أكتر فيه ناس أقل فيه ناس يمكن انظلموا انظلموا بموضوع المقاربة الفرنسية الجديدة لكن من أصدق؟ رئيس الحريري مثلا؟ أنا بتقديري الرئيس الحريري بمكان ما يعني يعني مساواته هيكي مع معرقلين آخرين قد يكون فيها شيء من التحامل عليه لكن بتقديري أنه في سؤال كبير بديو نطرع على الكل ما فيهون الرئيس سعد الحريري أنه صلنا 8 شهر 9 شهر ناطري الحكومة بدأ نلاقي حل شو مكانت الاعتبارات شو مكانت الحسابات شو مكانت المبادئ شو مكانت كل شيء بدأ نلاقي حل فيما أخذ على الفرنسيين وهون معوحة الرئيس الحريري بمكان ما ربما أنه المبادرة كانت شيء وأصبحت شيء قدمت تنازلات الفرنسيين قدموا تنازلات وتراجعوا عن كثير من الأمور التي طرحوها في الاجتماع الشهير يوم 2 أيلول سبتمبر 2020 بقصر صنوبر الرئيس ماكرون مع القادة قادة الكتل النيابية الرئيسية في البرلمان اللبناني كان عم يحكي عن حكومة شيء اليوم عم نحكي بحكومة رايحة على شيء تاني أوكي هذه هي المعادلة اللبنانية فرضت نفسها لكن اليوم الفرنسيين هم أمام خيار يضعون اللبنانيين أمام خيار واحد يا بتشكله حكومة ذات صدقية معقولة ذات مستوى فيها أكفاء ونزيهين ومنقلع بهذا البرنامج يا أما البلد رايح على مهوار و هو رايح على مهوار اليوم